أكدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني أن دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع تعتبر إضافة إلى اكتشاف وصقل مواهبهم الإبداعية ويمثلان أحد محاور عمل الوزارة وخلال مشاركتها في امتلاق المحطة الثانية من مبادرة انت بش لوحدك بمتحف محمود مختار التي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية لذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين أكدت نيفين الكيلاني أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم لذوي الهمم من خلال إدارة خاصة بهم هي إدارة التمكين الثقافي وكان قطاع الفنون التشكيلية قد دشن المبادرة تحت رعاية وزيرة الثقافة في الرابع والعشرين من شهر يناير الماضي استقبل خلالها مجموعة من أطفال مستشفى 57-57 وتهدف المبادرة إلى دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ودعمهم واكتشاف ورعاية مواهبهم وتشمل برنامجا فنيا وترفيهيا للأطفال وذويهم